هنقول لكم خبر مرتبط بفقرتنا الرئيسية ايه الخبر بقى وزارة التعليم العالي بتقول يا جماعة القبول في الجامعات الاهلية الاربعة اللي هم جامعة الملك سلمان الدولية جامعة الجلالة جامعة العالمين الدولية جامعة المنصورة الجديدة يستلزم ان الطالب يعدي بنجاح الاختبار الالكتروني الموحد واللي هتعقده الجامعات الاربعة للطلاب اللي عاوزين يلتحقوا بالكليات والبرامج المختلفة مش كلية واحدة ولا كليتين عاوز تخش الجامعة دي هتخش اونلاين هتمتحن عديت اهلا وسهلا ما عديتش خلاص طبعا الكلام ده موجه لمين طلبة السنوية العامة والسنوية الازهرية والشهادات المعادلة سواء اذا كانت عربية او اجنبية طيب الجامعات الاربعة جامعات الاهلية الاربعة بتوعنا هيعملوا هي هيعقدوا الجولة التالتة للاختبارات الالكترونية يوم 18 ويوم 19 اغسطس يعني بعد بكرة ان شاء الله بدءا من الاربع والخميس الجولة الرابعة بإذن الله من هذه الاختبارات هتبقى يوم 25 ويوم 26 اغسطس ركزوا كده الولاد نفسهم لازم يركزوا وما تعتمدش على بابا وماما يفكروك نكبر بقى ونعرف ان ده مستقبل نحن ده مش مستقبلهم هم على الرأي محمود المليجي لازم نبقى رجالة ونقف وقفة رجالة او الله المهم طيب 25 و 26 اغسطس ده لمين للطلاب اللي خلصوا اجراءات التسجيل بتاعتهم واللي ادخلوا الرغبات بتاعتهم عن طريق المنظومة بتاعة تنسيق الجامعات الاهلية طيب نظام القبول في هذه الجامعات بيعتمد على ايه بيعتمد اولا على المجموع الاعتباري بتاعة الطالب بعد كده بيتم حساب المجموع الاعتباري ده من خلال مجموع الطالب بتاعة السنوية العامة او الشهادات المعادلة او الازهر الاخ 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 وبيضاف لي خد بالك بقى درجات الاختبار الالكتروني 70 في المية هيبقى المجموع بتاعك حلو و 25 في المية لاختبار المعلومات القطاعية يبقوا كده كام 95 ويفضل 5 في المية التفكير النقدي من عايز الطالب اللي عنده مخ اللي بيفكر مش اللي بيصم اللي جاي غير قديم وخالص موسيقى موسيقى